الملك المفدى جاء ذلك خلال استقبال سموه عددا من الطلب المتطوعين من الجامعة الملكية للبنات وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالدور الكبير للطلب المتطوعين من الجامعة الملكية للبنات في إخراج العديد من الفعاليات والأنشطة المجتمعية في المملكة بحلة مميزة تؤكد مكانة الشباب البحريني المعطاء والقادر على مواصلة المساهمة في إبراز جودة ومكانة الشباب البحريني على المستوى الخارجي حتى بات إحدى العلامات الفارقة في المحافل الخارجية بعد أن شاركوا في العديد من المحافل خلال الفترة الماضية وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن العمل التطوعي المجتمعي له آثار إيجابية على المجتمع وخاصة الشباب في اكتساب المزيد من الخبرات والمهارات وتحقيق الأهداف النبيلة الخاصة بالارتقاء بالمجتمع في شتى مجالات مبينا سموه أنه حريص دائما على تقديم كامل الدعم للشباب البحريني في مختلف المجالات إضافة إلى إبراز دور العمل التطوعي ودعم الجميع لتحقيق كافة الأهداف وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كل التوفيق والنجاح للطلب المتطوعين من الجامعة الملكية للبنات هذا ورفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة خالص التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية كما رفع سموه التهاني إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة هذا وأعرب اسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن أطيب تهانيه وتمنياته إلى المملكة العربية السعودية بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة